اشتركوا في القناة وعطت وزارة الداخلية الحق في تدخل ويعطاء ما يسمى بحسن السيرة والسلوك للإعلاميين الأمر الذي اعتبره القانونيون غير قانوني شرط ما يسمى بشرط السلام الأمنية أو موافقة الجاهة الأمنية على بشغال وظيف ما أو ممارسة عمل ما أو تمتع بحق دستوري ضمنه القانون الأساسي هذا أمر يتراكد تراكد أساسي مع الباب الثالث من القانون الأساسي الضامن للحقوق العالية العامة من بين الأمور التي تلفت الانتباه التعابير الفضفاضة برأي الإعلاميين في مشروع القانون وتفسيرها يحتمل أكثر من معنى كمصطلح عدم المساس بالوحدة الوطنية والنظام العام إضافة لعقوبة الحبس في حالة البث دون الحصول على التراخيص الأمر الذي اعتبره البعض يتعارض مع قانون إعلامي عصري يفتح الأبواب الوسعة أمام حرية الرأي والتعبير هناك ملاحظة كانت في الدراسة تتعلق بالغرامات المفروضة على مخالفي هذا القانون من وسائل الإعلام بالغرامات التي تصل في حدها الأعلى إلى خمسين ألف دينار أردني ولا تقل عن عشرين ألف دينار أردني وهذه مبالغ كبيرة جدا بالمقارنة مع الموازنات التي تقوم عليها وسائل الإعلام المحلية كما أن العقوبات تفرض دون أن يكون هناك انذارات هناك بند يتعلق بحرية الوصول إلى المعلومات ولكن لا يفصل ولا يتطرق إلى كيفية الحصول إلى المعلومات ولا يلزم الجهات الرسمية وغير الرسمية بإعطاء المعلومات مشروع القانون نفذ بعد دراسة ومقارنة لقوانين الإعلام في عدد من الدول العربية هذه الأنظمة تضع الكثير من القيود على الحرية الإعلامية لكن المشروع وبرأي الكثيرين أفضل بكثير من قانون المطبوعات والنشر عام 95 الذي يحد من حرية الإعلام ولا يعطي حق الوصول إلى المعلومة أنا شايف أن هذه المسودات مناسبة جداً لأنهم حصيل التوافق الصحفيين الفلسطينيين وهذا ما يهمني بالدرجة الأولى مهما كان القانون لغاية هذه اللحظة لا يتلاء أولاً واحد على ألف من طموح كصحفي فلسطيني يطمح لمواكبة ما يجري في العالم أنا بتقديري أن يكون هناك قانون خير من أن لا يكون هناك قانون بالمر المشروع الحليجة بعد مناقشة استمرت على مدار ثلاثة أعوام وإذا لم يقر من الحكومة الحالية فسيعرض على المجلس التشريعي الحالي للمناقشة في حال عقده أو الحكومة المقبلة وتشريع الجديد بعد المصالحة والانتخابات نزر حبش من مدينة رام الله تلفزيون القدس ترجمة نانسي قنقر